ازايكو جماعة فيديو النهاردة مهم جدا 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 بعملو لان شفت الكومنتات كتير كومنتات كتيرة الصفحة بتاعتي بموضوع ضهري مشكلة ضهري اللي عندي ناس كتيرة كذبتلي ان هم كمان عندهم مشاكل في ضهرهم بس الدكتور او الدكاترة اللي في مصر او في الدول العربية عموما بيقترحوا على طول يعملوا عملية فانتو عارفين ان الفيديوهات دي بعملها ليكو ما مستفدش بيها حاجة الفيديو ده مهم جدا ياريت تشيروه على قد ما تقدروا لان احنا دلوقتي هنشوف من احسن كايرو براكترز اللي هما الدكاترة العمود الفقري في البلد كلها في كندا وهو بيعالج رياضيين داخلين الأولمبيكس بيعالج رياضيين محترفين جايين من امريكا لعيبة كورا وبيعالج طبعا لعيبة في الاناتشال اللي هي الايس هوكي اللي عندنا هنا للمحترفين فهو حيفدنا كتير في كلام مهم عن موضوع اصابات الضهر وايه الحلول اللي ممكن تبع عندك اللي عندك لما يتبع عندك مشكلة زي كده ما تنسوش جماعة تعملوا سبسكرايب وتشيروا الفيديو ده لان الفيديو هبفل يعني حيفدكو ويفيد غيركو كمان زي ما انت شايف على الجهاز العلامات اللي فيها احمر هي دي الاكبر اماكن في ضهري فيها مشكلة طبعا القطنية كانت اسود اول يوم جيت من سنة ونص ومن سنتين اسود يعني ما فيش اصلا العصب نفسه مش متواصل مع العضلة اساسة فيه تقدم sintيش فهو له اطلبك شكرا اصلاة لك اصلم اكبركت يموتون كثيراً من التجاريبكم من فضلكين و لم يكون هناك حقاً أصبحت لتحريري و تستطيع الأطفال من المجموعة هم.. شكراً لكم و نحن نحن لديه لنا وقتاً من المميجة و أنا قداً بعض السبب و يمكنني القيام بيه اليوم لن تحريريه جداً اليوم كانت جيداً اليوم كانت جداً اليوم كانت جداً ليس لكي هناك أيضاً جزيلاً جزيلاً في المنزل على المنزل على المنزل على المنزل تباوك جديد تباوك تباوك في الباب وفشيك أموك اذا فقط تنجل من خائفة وضع سيارة وننتقل بخير وخائفة وضع شعري هل يمكنك أن تراني رائحة لكي أشعرون مجموعة هل كمنين اشتركات الى بعض المشروعات. لا تتأثير تجربة لتجربة الأولى؟ تحديث ومعارضة تجربة 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 تجربة. المختلفة بالتعامل عندما بدأت ألم في عمل 22 سنوات سيئراني يفعلون بثهراني ويحلياتي ويساعدون من نفس الشخص أين أقومون بأنه يفعلون المشاركين فهو سيئراني لكي أبدا على المشاركين لأنه تشعر انه لاحقاً ويحصلون بشيء بشكل جيد بالمشاركين لذلك يجب أن تكون في الجسد الأساس وأن تحضر كل شيء وأن تحضر كل شيء يجب أن تحضر لكثير من الناس وإن الفيديو ليس لذلك ومن المبارا لكي تحضر هناك بعض الأخرى لأنك في المدينة والأيجب في عام لأيجب التي ت اتوسط معل this is to recommend surgery so this is why I specifically asked just to let the people know that therapy is always a much better alternative and the key is to try to take care of the issue not the symptoms so always look at function and if function is there with time the body has the power to heal itself but if the function is not right either the nervous system the muscles or the joints على تحضرات رحلة الخطابة إذا كانت بعمل مقاند ما أغ SNAR في هذه المشكلة كلما يجد حرق على تحضر البيات تحضر الغريات من أجل hydمه للأغني وله وقد يجب الاشرون لمع المشكلة إلى يبيل مجرد أسفرب الأسفل الغريات والآلوف ولكن الغريات مجرد أنه يجب البيات تصرف الناس يجب أن تصرف محلوات يكون سعيداً عندما تكون هناك محلوات يجب أن يكون هناك سعيداً هناك فشيئًا لأنه أنزعي ولكنه سعيداً وحصلت هذا لكي تحضير من تحضيره اذن عددتها تتكلمت بنا سأجب أتجب أن تتكلمني وكأت تعرفتني من الوليين وحاجة يتم بحيحاتك وإذا كنت تقدم جارة أجب استفادرة عليك أن تفقد الشيء إن كنت سيئة تستطر في بشكل صحيح كبيرا utilize بشكل ملاحظ فكرة أجربية ويأتمن الكثير من كتابة ومعارضة ومعارضة بميزة فهل لأنهم في تحرير مهام المنطقة، لديهم تدعون بسرعة ومعارضة ومعارضة بالتعامل كنت جدون بحياة فكرة ومعارضة وإنقاء أسفل ومعائم أسفل إلىك شكرا لك شكرا لك أكبر شكرا لك إذا كنت لا تستطيع الوضع و تستطيع الوضع في نفسك ثم لا تستطيع الوضع في نفسك لأنني أجل الوضع في نفسك أحسن مفيد كده مكرت مرح خليكم تابعين يا جماعة الحلقة دي لسه مخلصتش و زي ما قلتلكه في أول فيديو يا ريت تشيروا الفيديو ده لأن ناس كتيرة في مصر أنا بسمع في الكومنتات بيبقى عندهم إصابات صغيرة جدا زي ديسك أو إصابة شبيهة وعلى طول عملية أنت لما تعمل عملية بتنهي نفسك إلى حد ما وأنا الحالة اللي عندي اللي في ظهري يعني ممكن تكون من أسوأ حالات اللي ممكن مش بس رياضي يكون عنده بس أي بني آدم طبيعي يكون عنده تعرفين يعني إيه كسر كسر تام ما بين العمود والحود والعمود بيتزحلق فما فيش حاجة يعني زي ما تقول مسكة جسمي من فوق لتحت غير العضلات اللي حوالينها وطبعا الدكتور كاتر خيرو طبعا الشغل اللي بيعمله بالعلاج بتاعه فأن أنت تعمل عملية دي مش 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 هو ده الحل يعني حتى هو قال لي في أول بتاعتي لما أنا اقتراحت أن أنا أعمل عملية قال لي عملية دي لما أنت تحس أن رجلك منملة وجاء لك شلل فاللي هو خلاص أنت كده كده بايز فتعال نحاول نصلحك ده الوقت الوحيد اللي أنت ممكن تقرر أن أنت تشوف أن أنت تعمل عملية أو لا وبالنسبة لحقن الكورتزون برضو ما أخدتش أنا الحمد لله أي حاجة من الحقن دي لأن الحقن دي الانفلميشن ده هو اللي بيسبب كل الألام وبيحصل طبعا في العضلات ايه بتقفش فلما أنت دي كتاخد الحقن زي دي بتريح العملية خالص وبتصغر الانفلميشن ده تماما بس اللي بيحصل بتدمر وبتضعف كل المفاصل اللي في المنطقة وإنت أصلا مشكلة عندك في المفاصل نفسه فبردو تمارين تقوية دكتور كويس وتصرف يعني يعني تصرف على نفسك قبل حتى ما تصرف على المكملات وعلى أي حاجة من الحاجات دي تتشوف أولويات أهم حاجة تشوف الأولويات بتاعتك وتصرف عليها وتابعونا للحلقة الجاية بقية الحلقة دي هعمل تمرينة الظهر بتاعتي بتبقى عاملة ازاي وهواريكو تمرينة الظهري بتبقى عاملة ازاي وازاي بحافظ على الحركة وأنا بتمرن بحيث أن أنا أخلي بتاعي سليم ومن غير مأزيل فما تنسوش تعملوا سبسكرايب يا جماعة ويريد تشايروا الفيديو ده يمكن تنفع حد غيرك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة